أهم الأخبار ويمكن كان الخبر الأبرز أمس واهتمت بي وسائل الإعلام العالمية والدولية وطبعاً اهتم بي الداخل المصري هو يعني السفينة اللي جنحت في قناة السويس أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع انتضام حركة الملاحة البحرية في القناة عقب تعويم إحدى نقلات البترول السنغافورية كانت جاية من البرتغال متوجهة ناحية السعودية ده حصل في زمن قياسي إحنا منتكلم في خمس ساعات تقريباً مهم كمان أنه وضح الفريق أسامة ربيع أنه تعويم السفينة تم بمساعدة خمس قاطرات تابعة لهيئة قناة السويس قاطرات مصرية فقط أيادي مصرية خالصة عمال ومهندسين مصريين هم اللي اشتغلوا على حل هذه المشكلة الفنية حصل عطل فني في السفينة أدى إلى جنحها حركة الملاحة عادت إلى طبيعتها نتكلم النهاردة أن القناة سجلت عبور 57 سفينة من الاتجاهين بإجمال حمولات صفية وصلت لـ 3.4 مليون تون المهم في هذه الملحمة المصرية هو مسألة الاعتماد على القدرات المصرية المهم أنه من حدثة أيفر جيفن وكلنا نتذكر هذا التطوير اللي حصل في المجرى الملاحي قناة السويس المجرى الملاحي الأهم في العالم في القطاع الجنوبي حصل توسعة وتعميق حصل كمان توفير لمعدات وكركات مختلفة علشان نشوف النهاردة أنه التعويم يحدث بكركات مصرية خالصة كان أبرزهم الكركة عزة عادل المسألة أنه المصريين دايماً بيثبتوا أنهم قد إدارة الأزمات ولأنه في الأزمات العالم كله بينظر للجهة اللي عندها أزمة فكان العالم كله يتابع مبارح ما حدث في قناة السويس وعادت للأزهان حدثة أيفر جيفن ولو إحنا نتذكر حدثة أيفر جيفن أخذت ست أيام على ما تحلت طبعاً مع الفارق في حمولات السفينة والفارق في الحدث لكن الحقيقة أنه يعني إدارة قناة السويس إدارة الدولة المصرية لهذا المجرى الملاحي الهام هي إدارة تتم بكفاءة علية وباقتدار تام ومسألة توفير كل الإمكانات لهذا المجرى الملاحي الهام بتوجيهات من القيادة السياسية فرق كبير جداً في الأزمة اللي حصلت إنبارح وتحلت في وقت قياسي